بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمة أتحييكم الله جميعا أينما كنتم في عالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي أو أينما كنتم في مهاجركم في مغترباتكم في شتى بقاع الأرض من يشاهدوننا أحييكم الله تحية لكل من يشاهدوننا تحية لكل أهلنا وأحبابنا وإخواننا وأهل فلسطين بخاصة وأهل غزة بالأخص من الجميع بطبيعة الحال لأن العرب جميعا يرجمونهم بحصارهم أقصد الأنظمة طبعا شعوب مقهورة مقهورة مغلوبة على أمرها إنما الأنظمة تحاصر هذه البقعة الجزيرة المتبقية من الأمة حية تقاوم هؤلاء المجرمين الصهاينة ولذلك العالم العربي يرميها عن قوس واحدة أقول لا أريد أن أولمكم من بدء الحلقة لكن لا يزداد العالم العربي إلا قتامة والصورة لا تزداد إلا تشوها والواقع لا يزداد إلا أذى وإيلاما للأسف للنفس والقلب والعقل وضع ممض سقيل على المرء والله وأن تجهت إلى العالم العربي تجده في أزمة في ضيق في غم في هم مقيم كل عالمك العربي في وضع بئيس إلى آخر الدرجات أنا أعتقد أنه جوهر المشكلة أن العالم العربي لا يختار كل الشعوب من يمثلهم من يقودهم من يحكمهم ولا مجالسهم ولا وزاراتهم ولا مسؤوليهم كله بيأتيهم بالبراشوت وحريص العدو المتمكن في الخارج أن يظل هذا الواقع على ما وضع المستعمر منذ مئة سنة إلى الآن والوضع مستتب لصالح المستعمر والمستعمر يستثمر في هذا الواقع المهترئ المتفسخ البعيد عن الحكمة والعقل والرشد يمتص ثرواته ينهب مقدراته ومخزونات الأرض وكنوز الأرض كله عم يشفطه هذا المستعمر للباغي الطاغي المجرم والعالم العربي لا يحرك ساكنا القضايا في هذه الحلقة كثيرة جدا كشأن نصف المادة أخزنها حلقة يبدو أنها لا تكفي ولا ثنتين لكن طبعا ليس بالمستطاع إلا هذا من حيث أمور كثيرة طبعا على كل حل لكن دواما نبتدئ من هذا الكتاب الحقيقة يعني ألفت النظر إلى ملاحظة قسم ممن يقرؤون القرآن يقرؤونه بنية البركة بنية الأجر بنية أن يطرد الشياطين من البيت ومش في الذهن يبدو عند قطاع كبير من الناس أن هذا القرآن منهاج حياة هذا القرآن دستور هذا القرآن نظام نظام أنزله الله هذا القرآن ليحكم أنزل مولانا القرآن من أجل أن ينظم الحياة مالا واقتصادا زراعة تجارة معاملة قيادة شؤونا تفاصيل كله يحكمه هذا القرآن العظيم بالعدل بالقصطاص بالتوازن بالنظر البعيد لهذه الأمة بالأفق الفسيع بالعالمية إخوان نحن الآن يعني قتلتنا الإقليمية والمحلية ما عدنا ننظر إلى الأفق العالمي إنه هذا الدين من أوائل وحيه وما أرسلناك إلا إلا رحمة للعالمين للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير أول كلمة تقراها في صلاتك الحمد لله رب العالمين فأنت عالمي بالتكوين أيها المسلم أين أنت من العالمية يعني الصهانة يحكمون العالم أنت بتعمل العالم العرب يعمل ربع ميت مليون ميت مليون في مصر ربعهم يعني بيعملوا إيه لا شيء لا شيء لأنه خف من حياتنا أثر هذا القرآن فخف وزننا تمزقنا شيعا وأحزابا ودولا وأنظمة وقطعنا سايكس بيكو وقدسنا الحدود وقمنا نحترب حدي ولا حدك أرضي ولا أرضك هذا البترول عندي ولا عندك نعمل عليها حروبه ولا لنا ولا ليكم هو للقوى الخارجية على كل حال نعود إلى آيتنا الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون وذكرنا بعض المواقف تكلمنا عن السورة الكريمة كنسق وقلنا إن موضوعها الرزق وذكرنا أبواب الرزق وأنواع الرزق فالحياة رزق والصحة الرزق والأولاد رزق والعلم رزق وما تعدش يعني كل ما في الدنيا من خير مادي ومعنوي محبة أهلك لك رزق محبتك لك وهاكذا ما تعدش وقد جعل الله للرزق سننا وأسبابا الزراعة من أسباب الرزق بدنا نزرع العالم العربي متخلف في الزراعة لك أوليات الحياة الزراعة الزراعة أوليات الحياة يعني أول ما يبدأ الإنسان يتعامل مع الكون من حوله بيزرع العالم العربي ما زال في العصر الحجري في الزراعة يعني طلع على عدونا الصهينة بصدر من الورد فقط أكثر من ثلاثة مليار دولار ورد ليه ليه العالم العربي منحط منحط أوضاع ليه قال يا أخي ربنا خلقنا هالشكل لا لا تحتقرون شعوبكم ولا تقولوا نحنا بنقودهم غلط يا أخي يا أخي أحمل التبع لي أربعمائة مليون ولا 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 لل للدراولية اللي عم بيسوقوا الأمة الأربعمائة مليون بيسوقوهم غلط يعني مئة مليون يقادون كيف وعنا نتكلم عن صفقة الغاز اللي نتكلم عنها الدنيا كلها ونشوف المنطق اللي وراء هذه الصفقة شو خلينا معي الآية الغاز الرزق والبترول الرزق شو عمنا بيه نعود لموضوعنا الزراعة رزق الله تعالى جعل للرزق سنن ما هو قال وفي السماء رزقكم آه مش معنى وفي السماء رزقكم نقعد في الدار كوع يشرب أرقيلة ولا ولا إيه وتستنى الرزق ينزل من من السماء لهذا ليس كلاما هذا ليس كلاما مش معنى الآية لا يعني قرب بين هذا المعنى وبين الآية ما في نسب ما في صلة إطلاقا حنقول ما المقصد من هذه الآية ولابد من الأخذ بالأسباب مولانا علمنا أنه وأعدوا إذا أردتم أن تقاتل عدوا وأعدوا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة مو نقول وما النصر إلا من عند الله نطلع له النصر ما عند الله نقعد يا ولد يعني ربنا حنزل الملائكة يقاتلوا عنكم وهو اللي قال ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض وقال وأعدوا إذن إخواني في سنن ينبغي أن نأخذ بها لو أخذنا بسنن النصر لانتصرنا لكن ما أخذناش بها ومن فضل الله من سنين طويلة عملت برنامج 30 حلقة سنن النصر كلمت بيه شهر بطوله 30 حلقة عن سنن النصر سنن التقدم ما هي سنن استصلاح الأرض ما هي سنن الكل شيء له سنن سنن الهدى والضلال من أهم السنن سنن الوحدة والتفرق من أهم السنن سنن التغيير من أخطر وأهم السنن الرزق لسنن يا بويان العمل الزراعة التصنيع التجارة الإنفاق لما أعطي الفقراء صلاة عشان الاقتصاد يتحرك وحنوقف في حلقة جاية إن شاء الله عند قوله تعالى عن المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الآن العالم العربي كله المال بيد فئة قليلة خمسة بالمية والعمارات والسيارات والفخفخة والفخامة كله محصور في الخمسة بالمية دام المضرب مثال الكورة بيلعبوا فيها 22 واحد و200 ألف المدرجات بتفرجوا لا يلمسون الكورة أنا بحكي عن المال 200 ألف بتفرجوا على الكورة ما بلمسوهاش لمس بحكي عن المال كي لا يكون دولة حنتكلم أنا في حلقة قادمة عشان نشوف كيف المال محصور بأيدي فئة وحريص الفئة أن يظل في هذا المدار يدور دورة المال إذن هناك سنن للرزق وأسباب لابد من الأخذ بهذه الأسباب لكن من فقد الأسباب من يعني حبس ولا غيره هذا موضوع آخر فالله يعطل له الأسباب يعني ممكن ربنا ينقذني من موت ممكن أموت بيكون قدر مولاي لي يعني مولانا يخرق الأسباب مش كل وقت عندما تنقطع أسبابك إلا من باب السماء يا رب انقطعت بي الأسباب بنجيك سبحانه إذن ممكن واحد يحبسوه حتى الموت جوعا والغير بيحصل بيحصل بتركوه يموت هذا أجله لكن يظل متعلقا بالله عز وجل لا يذل أحد إطلاقا ومن يتق الله يجعل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب مش معنى الكلام إطلاقا أن ننام مش معنى الكلام أن ننكوّع مش معنى الكلام أن نريح والرحرح ونقعد في الأرض لا تحرك فامشوا تمشوا يعني رمز للحركة وكناية عن الحركة فامشوا في مناكبها وكناية المناكب المرتفعات فتمشي تبدو الجهد وكل من رزقه إنما توعدون لآت إنما توعدون لواقع إلى آخر وفي السماء رزقكم ما زلنا مع الآية الكريمة قصة الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء يسأل النبي عليه أسكى الصلوات بعض المال يمشي بي أمور درهم درهمين ولا غيره فالنبي عليه أسكى الصلوات المعلم المربي القائد الزعيم الموجه الناصح الأمين الشفيق على أمته والذي يعطيها معنى العزة عندك شيء في البيت قابل للبيع معنى الكلام من آم يا رسول الله جاء بمتاء أي أن كان باعوا النبي بدرهمين من يشتري هذا اشترى واحد بدرهمين قال له هاي درهمين خذهم اشتري حبل واشتري قدوم شاكوش فاستوريا اللي هو واحتطب وجئني بها فذهب الرجل إلى الجمل واحتطب وجاء حزمة حطب من يشتري بيعة الحزمة بدرهم درهمين ولا كام وهكذا فصار عنده مورد رزق بدل ما أسأل الناس أنت يا من من تقود السفينة وجه الناس مش هتوجه الناس واحدا واحد ينجل عندك المجتمع المدينة محصور الآن ما شاء الله احنا دول ممتدة مو بس المدينة بس مش فاهمنا ليش المدينة فتحت العالم والدول الممتدة مش محافظة على حالها مش قادرة استوعب سامعوني يعني مخي معطل أربعمائة مليون مش عاملين شي واربعتلاف في المدينة فتحوا العالم فكروا فيها يا أخي فكروا فيها يا أبو في غير الإسلام داش يعني أينشتاين قلنا له حلل يا مستر أينشتاين المدينة المنورة أقرية قد عيرة أو يرقى مالها طلعت تواجه الدولة الرومانية وبعد شوية بعدما القائد رحل عليه أسكى الصلوات هذه أدالت وهدمت إمبراطوريتين عريقتين قويتين راسختين تاريخيتين ممتدتين أدالتهما معا في وقت واحد وبعد شوية صال لها قوة بحرية لك ليش يا أخي كيف كيف يا أم كيف فكروا يا أخي إخواني بدنا ننفع هذا معطل عم بلعبوا فينا كرة سامحني يعني مئة مليون استوردنا الغاز من إسرائيل قلنا له بس ايه دحكنا على تنياه القزمة طب ما احنا صدرنا له الغاز أولا شو كيف بلعبوا فينا كرة مئة مليون بيخدعهم عمر أديب وعمر مش أديب ولا مش أديب كيف يا أم كيف بيخدعونا دولا سحرة فرعون بيضحقوا علينا كيف يا أمه لأنه هذا معطل بلعبوا فينا كرة ده أنا أقول لك صفقة الغاز بس ده سكرة سكر نفسك يا بعيد سك سكرة يعني بشرفش لا بشرفش لقعدها كل عمل إيجابي مشرف كل عمل تكسب فيه رزقك العامل النظافة وانت طالع كل عمل وشرف وكل بيخدم البلد والأمة والوطن والناس كل قد واجب وارتزق هو منه حراثة الأرض درجع مطيّن وتعبان شرف باكل لقمتي بشرفي بعرق جبيني مش من دم الناس مش بالربا مش بالحرام مش بالغش مش بالتزوير لا إذن هذه قصة نعتبر منها لش نطور الكلام فالعمل والإنتاج من من أهم أسباب الرزق وما أوضع الله في الأرض من قدرة على العطاء بالزراعة والاستصلاح باب مهم بدء التطور بدء الصناعة تطور الزراعة ما في صناعة لم تقوم على الزراعة أول ما جاء ابن الناصر بدأ يعمل مشاريع عملاقة زي صاحبنا الموجود الآن يعمل مشاريع عملاقة مئة مليار ولا كام دب هنا ودب هنا ودب هنا ودب هنا أمو قبل المشاريع العملاقة طور الزراعة حتتطور الصناعة بناء على الزراعة شريع عملاق عملا الحديد والصلف علوان بعدين حصل ايه ولا حاجة ما حصل شي حاجة خالص قول يا باسط قول يا باسط وما اودع الله في الارض من كنوز من اهم اسباب الرزق وكذا البحار يعني كم في البحار من ثروات وعندنا البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر الاسود والبحر الاسرق والبحر البني والبحر الكحلي وعملين بها ايه لاتنيل ايشي اتنيها شيخ خلينا مع الآية الكريمة ضربوا الاسباب بالتوكل والعكس يعني ايه ابسط لك المسألة احيانا بنضع الاسباب والتوكل في مناقضة مع بعض امرهم ما كانوا في مناقضة مع بعض انما الاسباب والتوكل بيمشوا مع بعض نتسبب ونتوكل بنتيمية من زمان قال ما اقل من يجمع ما بين التوكل والتسبب قال يعني اكثر الناس اما متوكل واما متسبب متسبب يعني ماشي مع الاسباب متوكل يعني متوكل على الله تارك الاسباب وقل من كان متوكلا متسببا وقرأ الآية وقليل من عبادي الشكور يعني كأنه من مشى مع السنن هو الشكور اخواننا والاخوات يعني نرجو انه هذا القرآن نقرأ ونرتقي نفهمناه نقرأ ونرتقي في الآخرة درجات الجنة يا عمي ايوة مهلا ترتقي درجات الجنة الا اذا ارتقيت في الدنيا من خرب الدنيا ما عمرتش آخرته من عمر الدنيا عمر آخرته يعني امريكان لك لا طلعا امريكا امريكا عمرت الدنيا زخرفتها وزينتها وعبدتها انت تعمرها لتعبد الله انت تعمرها طاعة لله امتثالا لا امر الله واستعمركم فيها واستعمركم انشاءكم من الارض يعني طلب منكم عمارتها نؤمن خرابه ضحينا بماء مصر ضحينا بغاز مصر ضحينا ليه 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 قال لي من غير ليه أسكت سكتنا يا سيدي إذن ضرب الأسباب بالتوكل لا نمشي متسببين متوكلين أطلع على بستاني على مزرعتي وين يا عمي مثلا لا إله إلا الله مع العمال أشجع هذا يا عامل أولا هاي خمس ليرات أجدك هاي دينار زيادة وهاي بندرات لأولادك وهي بيتين جنات لأولادك الله يبارك لك برجع منتمي لك ومنتمي للبلد ومنتمي للشغل بتنهض الأمة بيخلص في عمله بتغيب عنه بيزداد إخلاص لأنه لأن كنت مخلصا والمعلم غايب بدي أخلص أكثر والمعلم حاضر أكون أكثر إخلاصا والمعلم غايب لأن رب المعلم يراقب عملي خشيتي من رب المعلم أقوى من قطعا من خشيتي من المعلم الأسباب والتوكل بيمشوا مع بعض ما بيفترقوش عن بعض خرينان لا يفترقان بل هما معا بلا تعارض ولا تناقض بلادنا مليئة بأسباب الرزق إيه والله ولكن هنا نستثمر الموارد الموجودة ونعتمد على القروض والمساعدات ومدر إيه الكلام اللي ما يجبش همه وأهم أسباب ومصادر الرزق الإنسان لا يا شيخ المال المال اطعيني مال أطعيك دولة متقدمة ايه ايه اطعيني مال ما أطعاهم مولانا مال تريليونز يا حجي تريليونز هذا المكدس في البنوك أرصد شخصية تريليونز ولوش ولوش يا ولوش يعني الفاروق فتح الدنيا بالمرقعة مات بالمرقعة ودفن بالمرقعة وعش بالمرقعة فتح القدس بالمرقعة وتريليونز ولوش أعطانا مولانا ثروات راح تكون لها سفوف سفوف يا حجي أعطانا كنوز مولانا اعملنا بها ايه أهم استثمار في الإنسان وأهم استثمار في الإنسان العلم من أجل أنه هذا الإنسان يعمر الدنيا بعلم على كل حال نستعجل في الآية لأنه موضوعاتنا كثيرة مثل ما قلنا وفي السماء رزقكم معنى السماء ايه أنزل من السماء ماء يعني من السماء السابعة لا من الغيم اللي ارتفعه كيلو ولا ولا كام من يعرفش يعني حاجة جي كده أنزل من السماء ماء إذن وفي السماء رزقكم في الغيم أه لا في السماء هنا المقصود في القدر عند الله عز وجل رزقكم قبل خلق السموات والأرض أنا قدرته مولانا كم حدثنا عن الرزق في القرآن الكريم بدون مبالغة يمكن على أقل 30-40 سورة في القرآن العظيم ذكرت الرزق الرزق منهم من وسع رزقه منهم من قدر عليه رزقه وهكذا طيب إذن ما معنى السماء أي عند الله رزقكم وما توعدون أن يعني مصدر رزقكم من عند الله فاطلبوه من الله بعزة المؤمن الذي لا يذله أحد في موضوع الرزق اسمع بقطع رزق قال عموه هدي هدي رزق عند الله عز وجل إذا بيدك اقطعه الآن لا تحدى أحد لكن أيضا ما بينذل إلا للأحد سبحانه ولا يهدده بشر في موضوع الرزق في معنى وفي السماء رزقكم وما توعدون مش في الأرض يلعبيه فلان ويمنعك فلان ويحرمك علان ممكن يفسروكم من الوظيفة ميت باب للرزق بهالزمن لمعطل ميت باب يا شيخ نعم ميت باب توكل على الله وشوف هل يمكن أن يضيق البشر على غيرهم موضوع الرزق كما تصنع اسرائيل للفلسطينيين تقطع زروعهم تقطع أشجارهم تحرق القمح عند ماء يكون على موسم الحصان الجواب نعم إذن فأين وفي السماء رزقكم وما توعدون أين محلها كلام الله أثبت من السماوات والأرض والجبال يا حجي إنما مطلوب منك أن تقارع هؤلاء المجرمين وأن تقاوم بأسنانك بأظافرك عن حقك عن خبز أولادك ومتخل هؤلاء المجرمين العويك لكن التواطع العربي ماذا نقول هل تتناقض هذه الآية مع قول عمر إن السماء لا تمطل ذهبا ولا فضة لا بالطبع ما تتناقض عمر بقول في سنن ما شمع الآية عمر من سادة من فهم القرآن هذا العبقري هذا العبقري عمر من يفري فريئه السلام الصحة طيب لا يستوي عامل المجتهد نستعجل خلاص الأرزاق مقدرة ومقسومة لكن احنا ناخذ بالأسباب وما توعدون في سماء رزقكم لاحظوا في أول السورة إنما توعدون الواقع في سماء رزقكم وما توعدون آخر كلمة في السورة آية هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي يومهم الذي يعدون فهؤلين الذين كفروا من يومهم الذي يعدون إذن وعد تولها والوعد في آخرها والوعد في وسطها هذه نظرة سريعة جدا عن هذه الآية الكريمة إن شاء الله في أي عوقات مقبلة التقل مع آية أخرى لكن في الوصلة الثانية نتكلم عن مجزرة الغوطة ونتكلم عن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي ونتكلم عن خطاب عباس في الأمم المتحدة خطاب رفع الرأس ونتكلم عن محاكمة باركو مرسي قضايا كثيرة جدا كونوا معنا بعد الفاصل القصير اليسير اشتركوا في القناة إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم نتكلم الآن عن مجزرة الغوطة وتواطئ العالم والعالم العربي جزء من هذا العالم المتواطئ الواطئ المتواطئ المهم مجزرة الغوطة مذبحة الغوطة هولوكوست الغوطة سمه ما تشاء روسيا ونظام سوريا روسيا دولة عظمى أمبارع كانت بتناطح أمريكا الآن متفرغة هذه الروسيا كسر الله روسيا متفرغة لقصف الغوطة فطيران سوريا وطيران روسيا أم بتبادلوا القصف والضربات على الغوطة فبتفؤش الغوطة من الضرب ساعة طيران طالع طيران نازل سوى صواريخ أرض أرض وصواريخ بحر أرض ومدفعية ثقيلة وقنابل عنقودية وقنابل مالها محتوية النابالم الحارق الممنوع والمحرم دوليا لك ما شفنا هالقنابل كله في حرب السبعة وستين وين كنت إنت أبوك وين كنت أخ وين خمس دقائق كانت الجولان الجن ما بحتمل الجولان كيف سقطت يا مستر أسد أنت وأبوك كيف الآن تتمرجل أسد على مثل ما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة رب داء تجفل من صفير الصافري يا نعامة أنت أسد والله ولا جاجة مش نعامة النعامة على أقل كائن كبير بدافع عن نفسه لكن على كل حال البراميل المملوء بغاز الكلور قصف لا يتوقف حتى حولوا الغوطة وما أدراك من الغوطة جنة من جنان الله في الأرض بلا مبالغة جنة ومن عرف الغوطة عرف الغوطة وأثرياء دمشق يعني له بيت ريفي في الغوطة وبيت في الزبداني جنان جنان يا مويا خلاها الأسد وحولها الأسد إلى قاع صف صف خرب الله بيتك يا أسد مثل ما خربت جنة الأرض الغوطة كم أثنى عليها وامتدحها الشعراء من العهد الأموي والعباسي وفي العصر الحاضر أستاذنا الكبير علي الطنطاوي رحمة الله عليه كم هذا بينه بين الغوطة عشق والشيخ شعيب أرنوط عدت مئة مرة هذا من من المغرمين بالشام كلها ألباني ألباني لكن الشام كانت تسع كل قادم ألبانيا على الجزائر ثوار الجزائر من أبعد منهم كان يذهب إلى سوريا الشام أستاذنا المبارك مغرب رحمة الله عليه والعبد القادر الجزائري لجأ إلى سوريا وهكذا كل هذا من أجل أن يثبت على كرسيه خائن عميل للصن للصن طبعا ماذا السؤال هذه ممكن نعرف شوريا صيده في البانك صفقة الطائرات بتاعت الوالد اللي اشتراها مع قرائبه وجماعته ولاد خاله ولاد مش عارف مين كم أخذوا عليها من من مئات الملايين سمسرات وعمولات عمو عالمك العربي ملهفة رايح كله سفوف يا حج خليها على الله خليها على الله باع وطنة من أجل أن يثبت هذا العميل على كرسيه فقط ليه ما كان هذا النفس الطويل عندكم في حرب السبعة وستين ليه ومنذ أربعين سنة وإسرائي تخصفكم تقولون نحتفظ بحق الرد لحين الوقت المنازم لما إيران ردت على طائرة إسرائيلية سقطت هي تمثيلية هي حقيقية هي فيلم سينما هي قصدي منه ما تعرفش لأنهم جميعا حلف خليها على الله تار الشعب السوري إخواني دايما ارجعوا بالذهن إلى كيف بدأ الخلق مولانا وجهنا هذا التوجيه في سورة كريمة سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الآن الثورة السورية ثورة مو ثورة ناس عصابات مسلحة يا أيها المجرم الأسد هذه العصابات المسلحة بتقول عنها بدت أول سنة سلمية 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 وفاكر لما بدأ قال للناس سلميتكم أقوى سلميتكم أقوى من الرصاص والله ما حمل في رابعة واحد سكين إلا لي يخطع بها تفاحا كان بي عندهم تفاح ولا غيره أما شهاد بروهيم كذاب أشير قال ما أطلقنا النار لو الله العظيم لو الله أقسم بالله العظيم سلاسا ما أطلقنا النار اللي بعد ما أطلق علينا يا راقل يا راقل يا مفتري بقين ممراتي وأولادي وبناتي والصغير والكبير ورمضان عشان نطلق النار بعدين نطلق النار يعني معاي مندقية اثنين ثلاثة وانتو عندكم احنا قاعدين في حضن الجيش والأمن العام مدينة نصر مليانة معسكرات يعني حنتصل عليكم في حرب يعني بمندقية انتين كذابون يا بوي لا تصد إخواني ما يخدعوكم الكذب أخطر جريم الكذب نحن نعيش في كذبة كبرى سننهض بالعالم العربي كذاب من يقولها سننهض بالتعليم مش وارد مش صحيح سننهض بالاقتصاد مش صحيح نحن نعيش في كذبة كبرى يا بوي يعني نعود للأسد نعود للأسد خسف بهم والأرض الله يخسف به الأرض من أجل ماذا؟ من أجل كرسيه بردعين وهذه النار المشتعلة والقتلة كل يوم والدمار كل يوم الغوطة يمكن ما عاد هي بيت وقف على على أركانه ما عاد دمروها يعني كل يوم قصف كل يوم قصف وأنقام من المنقذين ما أكلوا شيء عشرين واحد من المنقذين حلب كان فيها عشر مستشفيات دمروها لك استهداف مقصود للمشفى لك هذا بعاني الجرحة تخصف لي قالي بالغلاط أي كذابون كذابون أنتم وروسي كذابون كنتم تستهدفون المشافي أول ما تخصف المستشفى يا مجرمين يا مجرمين يا روسيا وسوريا بوتين بوتين هذا مجرم كبير كبير وهذه مثل 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 واحد بحقيه بصوت واطي ناعم ناعم أوي بس ايه من قوة نار براكلي على شعبه لا على سجن واحد شيعي في البحرين نحن ضد الظلم قولا واحدا ف أمريكا وإيران ضجوا حقوق الإنسان أمريكا ما شاء الله حساسة حساسة وقت ما بدها وعدمت الإحساس وقت ما بدها قلنا له هذا حبس حبسا ظلما مو ظلم مش بالنقش الموضوع نحن ضد الظلم بالمطلق شيعي سني عفريت نحن ضد الظلم بالمطلق بالمطلق وضد فتح السجون توسيع السجون وتكثير السجون افتحوا مدارس يا قمورة مصر العربية افتحوا مدارس وسكروا السجون لأن عم العكس احنا من فضل الله الآن السجون تضاعفت ربما عشر اضاف ليه عشان كل الارهابيين المقرمين احطوهم في السجون يا السلام ومشكلتنا انه منو الارهابي من تحدده انت قانون يا ابويا ما في قانون ما في دستور ما في احتكام ما في مجال Bruno شعب تناقش المسؤولين كله بصماجية بصماجية كله بصماجية اهيو اهيو خضرواتب مئة الف ولا كان بالشهر بصمة خنا فهمنا بصماجية فهمنا هتعلي كمان بتعملها اغنية بصماجية لديك علي عبدالعال على عبدالعال اللي بتكلم نمر على عبد العال ما شاء الله النمر الأسود ما شاء الله عبد العال طابة الأنفاس عبد العال ما شاء الله سكر زيادة ثورة لحقوق الإنسان رفعت أمريكا وإيران صوتهم الله أكبر يسجن شيعي لأنه شيعي في البحرين أنا مش مناصر أحد أتكلم عن مبدأ المقارنة ما بين شعب يدمر قتلا وجراحا وتشويها وتهجيرا 13 مليون مهجر ليه يا نظام سوريا ليه وفيه له بعض المؤيدين عندنا هون بالأردن أحباب ومؤيدين وطنجية ويسارجية يسارجية المهم بيسيرج وقومتية وعلمانيين يحبون الأسد الله يزيدكم حبا له ويجمعكم جميعا إن شاء الله يا رب بيين معرف إيش حيث يريد مولانا المرء مع من أحبنا بدعي لك بدعي لك من قلبي والله الله يحشرك مع أحبابك إن شاء الله دمرة الغوطة فخرست أمريكا وباركت إيران إيران إحنا من أجل وحدة سوريا سوهيت شي ليه إيش معواذ قالي هذا من أجل الحفاظ على وحدات سوريا الله منه اللي فتت العراق يا إيران منه قالي أنا ما فتت العراق أنا طهرت العراق من صدام لا صدام كان على علات وأشرف الموجود ثم تحبه في عنده شهامة ولا مرؤة ولا رجولة ولا نخوة ولا عروبة ولا دين ولا قيم ولا شمام ولا شهامة تحبهوش العالم كله عاوز ناس من صفاية من كل شيء لا قيم ولا ذمم هذا الرجل كان واقف مع فلسطين ووقفه مع الأردن ووقفه ووقفه ممتازة مع العرب كلها كان واقف مع هذا المشكلة صارت كان ممكن تنحل لو أراده لكن خلاص ماشي خلاص خلاص لأن الغوطة سنة لا بواكية لهم لا من إيران ولا من غير إيران دول عربية مو أنتوا كنتوا تقولوا ضد الأسد ورطوا الثورة بالسلاح انتوا تركتوهم بعدين علقتوهم بالحبل وتركتوهم ما عدتوا تمدوهم لا بالسلاح ولا بالذخير بدناش منكم لا خلاص كنت أقول لا جزاكم الله لكن خلاص نحن لا نتكلم بمنطق طائفي سني شيعي بس هذا الواقع نحن نصف الواقع نضد هذا المنطق بالمطبق لكن بغم نطشع عيونه عن الواقع وعن الحقائق لأنهم سنة لا بواكية لهم أتحدى أن يمس شيعي بالسعودية شيعي بالبحرين شيعي أن يوير العالم كله حقوق الإنسان حقوق الإنسان أمريكا هذا خميس عثمان حقوق الإنسان وقت ما بدكم تطلعوا خميس عثمان بدقول حقوق الإنسان وقت ما بدكم وقت ما بدكم بتنسي حقوق الإنسان والإنسان والأديان لماذا خرست الدول العربية صم بكم سكتم بكتم خلاص لسناتكم وين رب لعتوها أنا خير إن شاء الله كلمة لك كلمة مش حتخفف عن الشعب السوري عذابه آلامه معاناته ولكن كلمة موقف لا أمه مختصر الكلام الأسد بدهياء إسرائيل قلنا لكم الله من أول يوم والله من أول يوم قلت عمه هذا حبيب إسرائيل وذاك النهار واحد سريد يقول الأسد يعني إيران بتطلع من أحضان إسرائيل الأحضان هي الإسرائيليين بيقولوا يا حج هي فعل عشان شوه مناضلا مناضلا متى كان مناضل هو بلندن لما هو بالأصل الأموي في دمشق متى كان الأسد مناضلا متى لما كانوا يقول نحتفظ بحق الران لك ما ناضل لا في شعبه لا تقول لي مناضل قل لي ناصل ابن ناصل ما شيرها تقول لي مناضل يعني تخنتها والله من اليوم لو يقولنا لكم هذا حبيب إسرائيل ولذلك لن يمس مجزرة الغوطة كل الأنظمة العربية صمتت لأنها شعرت أن شعرت أحست بكل قوة أمريكا تريد الأسد بغمزة عين أورمان سكت كله سكت أورمان إسرائيل مان هذا رجل إسرائيل سكت سكتوا بالإشارة عنه كيف البايستور بقود الفرقة الموسيقية بيعطي للكونتر باس إشارة بيعطي للفلوت إشارة بيعطي لهم شعرت مين بحرك القطع الموسيقية بطرف العصوية قد القلمين بحركهم وهذه أمريكا وإسرائيل بغمزة عين أسكت سكتوا ولا كلمة ولا موقف ولا الإعلام بيغطي حتى زي الناس لا إله إلا الله لماذا حشدت الدول العربية كل حشودها على صدام حسين ليه كان أجرا من الأسد يا أخي هذا صدام لعنة على الأمة العربية وقت ما بدكم الإحساس عندكم سينسيتف وقت ما بدكم مصير الإحساس ما فيه ما فيه سينس إطلاقا بشو الدعوة فعلا كان أخطر واحد على الأمة العربية كلها صدام حسين يا رجل يا رجل مش عم بدافع عن أحد راح الرجل يعني مش مترجين منه ولا بحياته ولا بمماته شيء لا والله لكن بقارن بس الأسد صدام أو زين الرجال بل الله وزين ليهم وزين ليهم تفضل أقول لك جاء وقت هذا اقتسم وهو محاصر اقتسم ما في الخزينة مع الأردن مناصفة أقول لك لا بلاش 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 هل فعل صدام ما فعله الأسد ألعن من الأسد ما قيسكم ما قيسكم تحراب ما قيسكم ما موقفنا كشعوب نتفرج على هذه المأساة أو الملهاء أو التراجيدي أو اللي بدكية نتفرج ونكتفي بالحسرة والله لنا صديق يعني حساس إلى درجة بشيلوا على المستشفى مسكين لما يشوفها المناظر قال لي والله يا أخي بشيلوني على المستشفى حرام عليك تقتل نفسك حرام عليك قال لي شو أساوي ما تحملش بعدين ألغى التلفزيون من البيت بطل يعني لا عين تشوف ولا قلب يحزن بتحملش مسكين محروق ارتفع عنده السكر قال أخشى عيوني فقط نصف النظري يعني يا للي ما عندوش إحساس لا طبعا ما عندوش إحساس مش من الناس بس برضو أخونا مطلوب منه أن يخفض مش لدرجة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني مش لها الدرجة فلعلك باخع نفسك يعني تقتلش نفسك مش حينغير العالم إذا متنا وإذا ارتفع السكر على أن فقدنا عيوننا أو قطعة أطرافنا لا مش لها الدرجة لكن نتعلم لي أخونا أننا ألما شديدا فقط لا مش فقط إنما نتواصل نتكلم بكل ما نستطيع من بالدعاء بالوسائل التواصل أصبحت الآن إعلام أقوى من إعلام الدول بفضل الله يعني هذا اللي بيدينا دول شلاء مكتعة وين ديكم وين رجليكم وين أطرافكم قال إحنا فاقدين لكن لو تحرك واحد بتلاقي ما شاء الله أبو دراع صار كل كل نظام عربي أبو دراع بخبط الكف النوم والصلب آخر القاعد ما شاء الله يعني لكن أقول ينبغي أن نوثق صلتنا بالله عز وجل ليجعل مولانا لنا شأن ويغير ما بنا إذا غيرنا نحن ما بأنفسنا ونتمكن بالتالي من نصرة إخواني إذا غيرنا ما بأنفسنا وغير الله تعالى ما بنا من ضعف وهوان وذلة وتشتت وتشردم ممكن نستطيع أن ننصر إخواننا تدمير الغوطة يقف العالم عاجزا أمام الأسد عجز مصطنع أمريكا تحكم العالم بالنيتو القوة جبارة لو أراد فركة كعب بنهل للأسد بدناش نهل للأسد قل له أسد ستوب بومبنج باخر ببيتي اللي جابوك صاروخ على القصر بتاعك بنيك أمريكا خايفة من مين بالله يعني نحيلوهم عليها الله أمريكا بزايا يا أبويا يعني إسرائيل غمزة عين من إسرائيل العالم كله بتطلع على عين إسرائيل غمزة شذي إحنا معها معها غمزة عين إسرائيل العالم كله يا الله عفوك يا الله عفشي لا يطاق والله يعني أخونا أخونا إذا طق معه معه حق إذا طق معه حق والله يعني يطق من من الظلم الإنسان أمريكا لو أرادت بتسكت هذا شيء غير الأسد يعني المهم من الفصيلة بس على على أصغر شوهي المهم لو أرادت بتسكته بساعة بتهديد بكلمش قف الآن العالم كله بترجى الأسد بليز ميستر أسد يا عمو قال والله يا أمريكا بتقول إحنا نقف عاجزين يعني ما أنا قدر نسوي شيء يا كذابة يا أمريكا أنت مش قدر تعمل شيء مش في التسعين واحد تسعين طلعوا وطلع رئيس دولتكم للعراق وأحاطه الجنود من كل جانب وي وم دي وار وأول طلع على حامل الطائرات وشمرت عن سواعدكم وعن أسنانكم كشرت عن نيابكم وأنه عندكم قوة ردي يا ردي يا ابن الأمريكا لا جزا الله أمريكا عن العالم إلا شر جزاء وأول وأحسن من تحكمهم أمريكا العالم العربي وانص قالت له اسكتوا كن بكن يقعد يقعد عندنا العالم العربي بالإشارة ونفهم عليها حيانا بدون حتى حركة إيد نقعد نسكت اسكتوا عن الأسد خلاص كله سكت كله سكت فلماذا لا يصدر عن العالم شيء له قيمة أو يترك أثرا على الأرض يا عالم أنتم مش عاجزين أبوه أنتم متعاجزين مدعي العجز غير العاجز ماكرون ماكرون تيش هذا ماكرون ماكرون مش ماكرون الله يهديك رئيس فرنسا يعني له مواقف مقبولة شوي لكن بالنسبة الموضوع الفرنسي بقول حتى الآن ترينها وبالفرنسي بعض الشيء بقول حتى الآن ما نحناش متأكدين أنه نظام الأسد اللي بستعمل الكيماوي هو فعلا مش الأسد اللي بستعمل كي الجن بسم الله الرحمن الرحيم والجن عندهم أسلحة طبعا طبعا يعني الثورة بتقصف على الثورة يعني فعلا شي بحط العقل في الكف يعني أهل الغوطة يقصفون الغوطة مثلا المكرون أنت عاقل ولا مجنون مثل المكرون الغوطة تقصف على الغوطة يعني يفهم علينا بالبدو ومكرون مش معقول يعني الثور مقصفة على أنفسهم يا يا قال لغاية الآن احنا مش متأكدين بالله وكيف عرفت أنه صدام عنده سلاح كيماوي مستر اسمه كولين باول هذا المهم قال لهم عمه هاي سلاح كيماوي هاي صور الشاحنات شاحنات عادية والعالم كله صدق بعدين كشفونا كذبة وقالوا انت كذب قالوا صوت بس كذبت جابت نتيجة اخ اخ امريكا تقول نحن والعالم عاجزين الله يعينا مش عارفين شو ننسوي يا سلام فلما لم تعجزوا في موقفكم من صدام مثل ما قلنا هذا عميل لكم مصنوع في ثوب نظام ممانع احنا نظام ممانع احنا محمر المقاومة ايه مقاومة امون احنا احتضلنا حماس ايه صحيح تمثيل والله تمثيل والله امون احنا يلي دعمنا حزب الله ايه صحيح دعمتوا عشان يكون ضهير لإيران واذرع لإيران واذا داهمت اسرائيل واذاك ممنوع جن ولا انسي قرب على الجنوب الا حزب الله لانه هم لماسكين الجنوب ممنوع عملية ممنوع شيء اذا حراسة لها ها ها بدنا نوسع الدائرة خلاص نكتفي بهذا القدر الله يكون للغوطة معينا يا رب العالمين هذا الذي يحافظ عليه العالم ويبقى في محله لانه بيحرس اسرائيل اربعين سنة هو يحرس اسرائيل يحرس اسرائيل هذا النظام القدر ولذلك العالم كله متواطئ مع الاسد في الوصلة الثالثة والاخيرة نتكلم عن ذكرى مجرة الحرام الابراهيم وعن خطاب عباس وعن محاكمة مرسي ومبارك وعن صفقة الغاز مهم جدا كيف نقسم الوقت والله منعرف نلتقي في الوسطة الثالثة والاخيرة كونوا معنا اشتركوا في القناة اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والاخيرة من لقائنا لهذا اليوم نضطرون ان نسير بسرعة عشان نوطي القضايا الكثيرة ذكرى مجزرة الحرام الابراهيمي بالتوقيت الشمسي بالتوقيت الغربي بالتوقيت لجريغوري وش الهجري المهم في مكن هذه الايام او هذا اليوم بالذات بالتوقيت الغربي مثل ما قلنا وقعت مجزرة الخليل جولدشتاين يهودي مجرم فات عن حرم تقول حرم يا شيخ ايو هذا حرام عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خليك خلينا ماشينا نشغل حانا بنقاشات فرعية هسا دخل حرم والناس في صلاة الفجر في رمضان فتح للرشاش على المصلين وهم ركوع فقتل وجرح بين ثلاثين واربعين وصلاة الفجر كانت مثل ما قلنا حتى نفدت منه الذخيرة هجم عليه الناس وقتلوه بعد ما قتلوا طبعا حوكم المصلون لأنهم قتلوا يهوديا كيف تقتلوا يهودي ما هو اللي قتل منا ثلاثين واربعين مع الجرح يعني هذون ذباب في نظركم عالم مجرم يا بويا هذا من سالمتموهم يا منظمة التحرير الفلسطينية جدا هذا القانون الأعوج إلى متى يدوم يا مسلم إلى متى هذا التواطؤ العربي الممض إلى متى يستمر نكتفي بكلمة سريعة انتخل لخطاب عباس في الأمم المتحدة طلب تجميد يعني حولوه إلى جميد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تجميد حطوه بالفريزر بعدين فكوا الجميد عنه ورجعوا مثل ما هو عاصمة لإسرائيل ودعا لاستئناف المفاوضات التي جنت علينا وما جنينا منها شيئا وإذا كانت كل هذه الوطنية والحماس عند عباس فلماذا يحصر غزة ويحاصرها ويسعى لتركيعها وإذا ركعت انتهت المقاومة عباس كلك وطنية ممتلئا بها ممتلئا إلى إلى الشوشة وطنية وحماسا بلاش حماسا المهم فأعتقد ولما جاء مندوب السبب يتكلم شال الفريق كله وطلعوا من القاع الله أكبر مدد عظمة أنا عظمة أعتقد أنه هذا كان يعني المغلف هذا للسلوك هذا الكافرينج لهالموقف المتواطئ والمحاصر لغزة بهالكافرينج الوطني عشان انت تنخدع بهذا الزركشة على الموقف المخزي لموا السلاح بدفع لكم رواية ما قلتش من أول أول كان المفاوضات في القاهرة أيام دير المخابرات السابق مش عباس كامل صاحب السيسي لأن الأولاني خالد المهم ما كانش موضوع السلاح مطلوح على الطاولة عملنا مصالح وبوسط الدقون ما أنا عارفين أنا بالنسبة لي والله واضح الصورة تماما تماما ومني مستبشر قلت لكم من أولها مني مستبشر بالمصالحة خيرا وكتمت كثير من الكلام في نفسي لكن غزة يعني بدنا نفرج عن الناس مساكين يعني غزة كان الله بعونهم من يحملون هم الناس العالم عربي كله قطع إيديه ليه يا عالم عربي ليه لك أنتم متآمرون كبار ليش غزة كان غزة الشيطان اللهم أرسل البحر على غزة يبتلع يا رب نخلص أنت العسرتاح ولا عسرائح إسرائيل ولا أنت إسرائيل واحد المهم نرجع لي عباس وخطاب عباس وحكاية الانسحاب مثل ما قلنا أنا أعتقد أنه كل هذه بروباقاندا وعمل دعائي من أجل أن يمرر حصار غزة وتركيع غزة واسمع ما يقول حواري عباس اللي هو صائب عريقات أبعد عنه الله المصائب لأنه مريض وزرع رئة ومهم فصائب كان فيه مصائب الله يصرف عنه وعنه 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 المهم يقول لبرمان يحكم الشعب الفلسطيني لا يا صائب لا كلامك مصائب صار لا يحكم الشعب الفلسطيني الخليفة العباسي صائب ما لك ما لك أثر المخدر أنت ما زلت وليش الرئيس عباس فخامة الرئيس عباس على سنه رمح ما لك يا صائب كلامك غير صائب الله يهديك أه 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 لا والسلطة بقول أفرغت من مضمونها وهي في طريقها للتلاشي لا 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 يا صائب لا والله كلامك مصائب على رأسنا السلطة تروح نقعد من غير سلطة لا يا صائب ما هذه البشارة السوداء والشوهاء مش معقول نبكي من الآن على فرق سلطة عمه إسرائيل أحرص من الجن والإنس على بقاء السلطة مثل ما قال عباس بمنطقه الرائع والرائق والصافي والعذب قال طبعا إحنا سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة الله شفت البلاغة فعلا البلاغة الإجاز سلطة بلا سلطة ها واحتلال بلا كلفة شفت كمان يعني السجع والجناس والطباق والغلاق شفت شفت الكلام تعلموا البلاغة لك يا أخي تعلموا آخ نكتفي بخطاب عباس من بهذه الكلمتين محاكمة مرسي وانبارك مرسي رئيس لم يحكم لأنه ليس من العسكر إنما خلوا الشعب ينتخب يمتصوا تخطيط الجيش تقولوا جيش بفموش أي لا ما هو فيه من يفكر لهم لا ما عندهم مش عقول لا بفكروا صح فيهم مرشدين لهم من من وراء البحار يمدونهم في الغي ويمدونهم في الطغيان يمدونهم في الغي إخوانهم المهم مرسي لم يحكم يا عمو الحكم المرشد يسقط حكم المرشد يسقط يا عمو أنتم ممسكون متلبين بالسلطة متلبين بالسلطة ما تسيبونها عمو ما تسيبونها أو كلبش أنتم بالسلطة لما وكيل المخابرات المصرية بقول لن نعطي مرسي طيلة السنة اللي قعدها على الكرسي معلومة واحدة صحيحة كنا نضل المرسي ما تسمعتوه مثل ما نسمعتوه كنا نضل المرسي يسلم ثمك يسلم هالمنطق إذا مين كان بيحكم يا أهل مصر ومع كل هذا الكلام أنه كان رئيس مشلول ومع هذا أنتجت مصر من القمح سنتها سبعين بالمية من حاجتها وقال السنة القاية ثمانين خمسة وتمانين والسنة اللي بعدها مية في المية لما استلم أخونا اللي هو بعد المرسي ما نسميهش عشان القانون ما له رجعت مصر إلى خمسة وعشرين في المية من حاجته يا الله والدولار كان بسبعة جنيه زمن مرسي الدولار زمن أخونا صار بعشرين عشرين جنيه الشعب انطحن طحن بسنة ومشاريع عملاقة مكرة تشوفوا مصر ودوني كمان سنتين ودوني كمان سنتين ودوني كمان سنتين وكمان سنتين الرجع سنين لسه لسه وكمان سنتين وبعسنا حولك وكمان سنتين يلا العبوا أموه هذا عمر أمم يا حاج تلعبوا فينا كورة إلى متى إلى متى لك خلاص مبارك حكم بالفعل لمدة ثلاث قرن تقريبا مرسي لم يأخذ راتبا ولا سكن القصر كان داوم روح على شائته في مدينة مصر روح على شائته مبارك نهب عشرات المليارات حسين سالم ماله شريك مبارك اتصالح مع العسكر قال لهم بدفع خمسة ونص مليار دولار حسين سالم حسين سالم ضابط مخابرات ايش اللي خلنا عندي حسين سالم خمسة ونص مليار دولار أرزاق يا شيخ انت مشتوم بينهم من أسماء الله الرزاق بلى والرازق نعم وأنزل من السماء الرزق نعم وكنت تتكلم عن ناية الرزق نعم اذا نسكت حاضر سكت خمسة ونص مليار ومال أبقى لنفسه ايه والعشرين تلاتين مليار منين الرزاق الله من عنده يا ولد يا ولد سيبك من الكلام أمو هذا من دم الشعب المصري أمو المبارك طلع بايه طلع له بشيه ستين مليار وأولاده كل واحد بكم مليار وسوزان بكم مليار أخ شا حتيلك يا ابو شا قل لك شا بتحتيلك وبعدين حجز شرم الشيخ كله مبسط هناك شاشة سينما قدامه طول النهار أفلام سينما وكورة أفلام بحب السينما والكورة وشاشة قد الحيط بتفرشونها ترك القاهرة كلها تلوث أصلها تلوث شرم الشيخ منتجة مهيص هناك مع زكريا عزمي والفنانات كل يوم بيقوا على الأصر كل يوم بيقوا على الأصر طيارة جبهم طيارة رقعهم ثم مليار ومصطفى الفئي يقعد معها ساعتين عند الفنانات فنانا عمل إيه وعلانا عمل إيه ده الحكم على أصوله كده وزكريا عزمي راتع سبع قصور سبع مليار طلع زكريا عزمي مش أنا اللي بتكلم من عندي ده من إعلام مصر من مقالاتكم بتاعتكم منتو وقلت عن زهي حواسس وزان مش أنا تقول لي برفع لي قضية افعل إعلامكم منتو يا أخوة مش أنا قضية ده من إعلامكم أهرامي عربي عندوكم خمسة وخمسين ألف خطع أثرية عبئت في كونتينرز منكم الكلام مش مني أنا بألفش ما عنديش قدرة على التأليف أنا مسكين يا رين ما ألفش خمسة وخمسين ألف قطع أتري بكونتينرز كانت تهرب عبر موانئ زهي حواسس وزان ولاحظ زهي حواس مخلد مؤبد مقيم دائم بيقول عاوزيني أجروا المومياء وتمثال ذهبي لرمسيس مقابل خمسة مليون بخمس سنوات فتصلت وحدة اسمائين مع التلفزيون قالت لهم يعني خمسة مليون هنا يجينا خمسين ولا عشرين ولا كام مليون دوم نطلعهم برها فاتصل البرنامج بزي حواس أنا ليش فهمها أنا لا تفهمش حاجة في الكلام ده ده بيكفي أنه الرئيس يفتتح المؤتمرات السياحية في دول العالم المختلفة ودي أكبر دعاية أنه الرئيس يفتتح الدعاية للسياحة في مصر خلص خمسة مليون في الخمس سنوات يعني بالسنة مليون لك بيع فلافل بيطلعهم على أثار مصر خمسة مليون بالخمس سنوات زي حواس وزي حواس قلت لك مخلد أنت ما حد بيقرب عليه قاعد مؤبد مبارك 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 نقول لك إيش عن مبارك عاهة من العاهد بكفيش مرسي ارتقى بمصر شعر المواطن نفسيا بأنه عزيز لا مواكب ولا فخفخة ولا شيء اللي جاء بعده موكب بيعجز الشوارع ورجع حاجز الشوارع وغلت يخ reloc لا 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 مش عادي موكب سيارتين ثلاثة فقط اللي معده دراجات من هنا ومن هنا ومن هنا فاكر لما مددوا السجادة الحمرة ثلاثة ونصف كيلو متر ولا نسيته ولا نسيته قلنا عن ارتفاع انتاج القمح سبعين خمسة ومية ومبارك ظلم ودمر السياسة في مصر والثقافة والاقتصاد مرسي حاول الإصلاح فلم يمكن محاكمة مرسي ومبارك خصخص الشركات الناجحة ألمنيوم مش ألمنيوم كل شركة ربحانة وهيك الكتب عن هذا الكلام قال يعني الألمنيوم تربح في السنة 60 مليون تخصخصوها ليه بعوها والله أظن بربحة السنوي 60 مليون أظن حاجة زي هيك زمان قديم هذا مرسي ليس عليه شبه واحدة من فساد ولا مليم مبارك ما فيه شبه صلاح ولا ضفر الفرق بين الرجلين مبارك باع الغاز لإسرائيل بطريقة إجرامية ميش إجرامية مقول إجرامية مرسي لم يفعل ماذا نقول مرسي لا شبهة مثل ما قلنا ولا مبارك وقف ضد قضايا الوطن والأمة مرسي وقف مع كل قضايا الوطن مع سوريا الآن الموجود أتحدى إذا سمعت كلمة منه عن سوريا ما أوقف مع الشعب أتحدى بالعكس مع الأسد وبعث له فقط أربعين ألف صاروخ كأنه لا أخصص صواريخ يعني نروسي مش كافي إيران مش كافي وحزب الله مش كافي والعصائب المجعارات من الميليشيات العراقية مش كافي والعالم كله مش كافي بعث له من مصر اللي شعبها جوعان أربعين ألف صاروخ إنتاج مصري الحمد لله بس شغلنا بأيدينا الله أكبر الله أكبر هذا أبعد عن الحكم مبارك مع التبجيل والاحترام بالاتفاق مع الأسكر مبارك حنزيحك تمثيلية قدام الناس بس أنت معزز مكرم لن تمس والله أنا قاري في مجلة الأهرام العربي إنه مبارك كان طمئن جمال وعلاء والعادلي والعادلي وإنتكم العادلي حيطلع براءة طلع براءة والله كتبت على الصفحة عندي وحكيت مئة مرة سيبرؤون واحد عموه عملاء إسرائيل أنت لا يمسهم سوء احكن عميلا ترى الوجود جميلة ويراك الوجود جميلة على ذمة إلي أبو ماضي عديها مرسي أبعد مع الاتهام بكل أنواع الإرهاب والإجرام والقتل ولذلك صار معكوم على أقل بخمستاشر إعدام وعشرين ثلاثين مؤبد وغير السنوات لفراطة ثلاث سنوات عليها أنت القضاء ثلاث سنوات لأنه على كل حال كيف كان يحضر مبارك للمحاكم تذكروا صابق شعره لابس نوبارة شمسية بالترينينج مستلقي على السرير وفنجان الأهواء وضربوا له سلام سيئة الرئيس والله والله بتعامل كأنه رئيس جمهورية مرسي مرمطة حطوه ببيت زجاجي لا يسمع ولا يسمع لا يسمع ولا يسمع طب تتحتمه كيف طيب له سامعك ولا أنت سامعه هذا رئيس وهذا رئيس هذا نظيف وطني هذا لص خائن اللص الخائن مبجال بعدين شروف طيارة السلام عشان الراحة بطيارة من السجن على مستشفى المعادي العسكري معززا مكرم بعدين أمو على قصورك على قصورك سلامة شفت الفيلم يا بويا شفت العسكر بلعبه ازاي يا أخوانا في مصر متى تنتبهون يا أخي يا مش غيرة على يا أنا لك هذا نظيف إنساني أنه نظيف ما سرقش لك رواتب ما أخذ ممكن نفهم راتب مبارك كان يفصل بالثلاثين بدلة مبارك كل بدلة بخمسين ألف دولار وخيوط هنا مبارك 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 عليك البدلة بالثلاثين بدلة والله يقاري هذا في المجلات بتاعتهم برضو إلا أن صار مبارك طاهرا مطهرا نظيفا معطرا ومعثرا مرسي مسكين كل خيانات العالم يا مقرم يقتل القتلة لك مرسي والله بس ما بقتله مرسي مقتل قتلة خمستاشر عشرين إعدام وثلاثين أربعين مؤبد على إيش وبراءة مبارك مبارك الأن فكر رفع قضية رد اعتباره رد شرفية رفع قضية أما ليه أما ليه بكفيك ستين مليار للهفتم مش من عندي الرقم من عندكم مجلاتكم كيف كان يحضر مرسي وكيف كان يحضر للمحكمة المبارك نوعية القضايا المتهم بها كل منهما يعني مبارك متهم أنت أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين لا أبدا خلاص رفعت القلسة كانوا قل لي على بكرة ما تخفوش بكرة حيق أحمد شفيق ويشهد لكم فيروحوا ثاني مرعوبين على المحكمة يجي أحمد شفيق يشهد لهم رفعة القلسة يروحوا مش قلت لكم يا أولاد يعني مبارك بشم عن ظهر ييده عرف بالشم عرف إزاي عمول خط مفتوح يا حجي عسكر مجرمين عم مبارك اطمئنه أنت في عينينا ده أنت نمزنا أنت قايدنا ما زلت بس إحنا بنخمد تورة الشعب المجرمين بحكنا عليهم يا مبارك وإذا عناك شوية مهمكش هرد لك اعتبارك إن شاء الله وقصور ابنك ومراتك وآل ثابت وآل مدرمين كله محفوظ لكم والأراضي اللي هفتوها لكم مباركة مبارك عليكم إن شاء الله تعالى كل الأراضي اللي 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 راحت يلا كان مبارك في عناية مركزة واحترام ولا يخطأ بسيعة الرئيس ويحيا بالتحية العسكرية بينما مرسي يمتهن ويحاولون قتله بشتى الطرق بالقهر والخنق والضغط ورفع السكر والطعام الفاسد ومنع الدواء عنه حتى لحم الكلاب قدم له ها 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 هاي جبت مني أنا هاي مه مه ابنه كاتب على على الفيسبوك على صفحته بقول أبويا قدمونه وجب الطعام ف الحارس الشر بيده ما تاكلش بعدين أسر له إنه لحم كلاب يا الله بينما كلاب الإعلام المصري قاتلهم الله دم أسمي لك عاصم حنفي وفلان دم أسمي لك بقول أكل مرسي الشهري بكلف ربعمائة ألف جنيه فندق سبع نقوم ليه 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 سبع نقوم يا مجرم لحم كلاب وترك جرح في رجله مفتوحا لتقطع إذن الآن مرسي فقد النظر بعينه شمال ما بشوفش السكر دفع السكر يا عالم دواء ما غالوا ما بش دواء إنت مجرم ده أنت أتلت الشعبي المصري أنت أتلت الشعبي المصري أه مين اللي جاب وقعة الجمل مرسي والنبارك مين اللي اتعاقد مع البلطجية مرسي والنبارك شفتو الشعب يضحك عليه إزاي حتشوفوا مصر أدي الدنيا أدي الدنيا شفناها أدي الدنيا يضحكوا علينا يلا استهبلونا يا بويا بنستاهل بنستاهل اللي يتعمل لنا بنستاهل نكتفي بهذا القدر الغاز صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أولا زمن مبارك عليه من الله ما يستعق خصخصة شركة الغاز المصرية بقدرة قاد اشترها ضابط المخابرات اللي اسمه حسين سالم وحسين سالم بقدرة قادر وحسين سالم شركة مبارك باع 37% من الشركة طلعت بالصدفة سبحان الله دي إسرائيلي آه أعمل لك إيه ده سوء مفتوح يا ضنايا آه بالله ألا والله أما ظل الغاز المصري يصدر لإسرائيل مع أن مصر كانت في حاجة إلى غاز الولي تحمل في أراسة استوانة الغاز ويتلف من من باب اللوء لباب الخلق لباب زويلة لباب معرفش فين من الحسين للسيدة من السيدة الحسين وحسين دور على استوانة الغاز وإحنا بنصدره لإسرائيل وشروط مذلة لمصر إذا قطع الغاز بغرمكم ورفع دساء القضية دفعوا كم دفعوا قصته إزاي بعرفش أزمة الغاز في مصر معروف كلنا نصدر وشعبنا محتاج استوانة الغاز الناس كده على استوانة يتطاوش ويتقتلون وإحنا بنصدر لإسرائيل كل مليون وحدة حرارية خمسين سنت يعني ثلاثين قرش أردني يا الله الآن تشتريها مصر بعشر أضعاف أند مور عشر إلى خمسة شهر ضعف ليه ليه ما تعرفش ليه ما تسألش ليه طيب نستعجل شوية بدنا ناخد دقيقة زيادة ما بهمش لأنه كلامنا طويل عن موضوع الغاز إذا توقف توليد الغاز مثل ما قلنا كان إرهابيون مجهولون يدمروا خط الغاز وكسبت إسرائيل قضايا وتكلم الخبير إبراهيم يسري عن غاز مصر في البحر المتوسط أنه هذا الحقل مصري النظام الموجود دلوقتي عمل يرقع الحد لورة نتكيله فصارت الحقل المين يا قدع انت صار ليه إسرائيل أن دا مش بتاعنا فنستورد منه آه آه ترانو صلافين راحت ورجعنا لكل عالم بتقدم بعمل حروب عشان الحدود إحنا من فضل الله منتنازل أصنعنا أبو سماحة وماود أيوه رفعنا الحد فصارت الآن أقرب إلى فلسطين اللي سموها إسرائيل ظلما وزورا شفت إجرام العرب مركب إجرام مركب وش إجرام بسيط إمراهيم يسري بقول خسائر مصر 45 مليار دولار تنازل النظام من مصر عن غازه وفجأة تحولت إسرائيل لمورد من أضخم الموردين للغاز وعاخدت مصر معها اتفاقية استيراد الغاز لمدة 15 سنة 70 مليار قدم مكعب بحساب 15 مليار دولار سنة 2015 اكتشفت شركة إيطالية حق الظهر والإعلام المصري ضخم المسألة وقال لك إيه قال لك إعلام غاز حق لغاز الظهر سيضيء العالم العالم كله شف العالم كله قلنا له إيوي قال لي حيضيقه قال لي كنور طب تستوردوا غاز مدام عنده وغاز 30 تريليون قدم مكعب 300 تريليون قدم مكعب وحيضوي العالم كله تستوردوا غاز لي حنقول لك لي والشركة الإيطالية قامت مشاهدة عن الحقل وبدأت وأظن حيطلعوا الغاز ووصلوه بوقت قريب وقصير إذن مدائي لهذا العقد أبو 15 مليار اللي بقول نتنياهو هذا يوم عيد للشعب الإسرائيلي سنصرفه على التعليم والصحة ورفاهية الشعب الإسرائيلي والشعب حيحاكمه القرش بينما إحنا لو بيعنا غاز ولا اشترينا غاز ولا عفريب اشترينا الرافال واشترينا ناقلة طائرات عرفنا اشتريدوها بكام بعتوها بكام ما تعرفش حاجة خالص مش شغلك في رئيس بيتكلم عنه وعنك تخرس انت تشغل بالك ليه ما تطمئني بقى وتنام حط بطنك بطنك صافي أنا ووراك رئيس قد الدنيا حيخلي لك مصر قد الدنيا حتكبر مصر بالرئيس كبرت ديونها وصلت مئة مليار كبرت الديون مصر كبرت مش مهم فهو اذا عقد سياسي يجتم منه رائحة الفساد طبعا طالما ان الشفافية منعدمة وستظل معدومة طالما الوضع العربي على حاله مجلس الشعب والشربة اي الشورى لا يحل ولا يربط ماذا نقول صفقة الغاز بدها كلام طويل واضن انه وقتنا انتهى يبقى نكمل الموضوع في حلقة تالية اخواني ما احب ان نثقل عليكم والله لكن هذا واقعك العربي وعالمك العربي هذا صورته انا بحاول ان اقول لك الصورة ابيض وسود الله ينوه وربصائر ربصائركم قلوبنا وقلوبكم وقوه عزائمنا وعزائمكم دائما رأس مرفوعة مع نويات عالية يقين بالله لا يتزعزع النصر لهذا الدين لهذه الامة الى الملتقى بكم ودائما استعودعكم اشتركوا في القناة